لا الإصلاحات السياسية مطلوبة والمطالب الشعبية مطلوبة وممكن أن نمشي فيها بتوازي عندنا إصلاحات شعبية قد نتبغ عليها قد نختلف فيها عندنا مطالبات إصلاحات سياسية ومطالبات شعبية قد نتبغ نختلف معها مع الحكومة لكن لا بد أن تكون أولويات مقبولة من الطرفين ونستثمرها فبالتوافق ممكن يمشي الحالة أم تشوفها صعب من باب الأمانة على أن الشيخ أحمد النواف أخفق في عدة أمور في مجلس 2022 أخفق عندما لما ما حضر الجلسات أخفق لما طالب النواف بعدم تقديم الأسئلة أخفق في عدم قبول المشاريع الشعبية هذه خفاقات لشيخ أحمد النواف وأعتقد أن هذه خفاقات بسبب عدم خبرته السياسية الكبيرة ولا أبرر لكن أقول أنا ألتمس في هذا الأمر لأنني زملت الشيخ أحمد النواف في مجلس 2022 والتمس من هذا الرجل الإصلاح في ذاته ترى أنه عندنا في الإصلاح عندنا في الإصلاح عندنا في الإصلاح عند رغبة في الإصلاح عنده جدية وودة يعمل هذا التمس تكون صادق معه ولا وجامل ولا دهنة لكن حنا نفرح لما يكون رئيش وزراء يرغب في الإصلاح وأنه يحط له بصمة أمام المجلس الأمة أمام الشعب الكويتي نقول ياه الأمر مرحبا ويكفي أحمد الشيخ أحمد النواف حقيقة أنه غير محسوب على قوة الفساد بل يحارب من قوة الفساد وهذا كريدت له وهذا اللي شجيع تعتقد أنه يحارب من قوة الفساد؟ أنا أعتقد أن الشيخ أحمد النواف يحارب من قوة الفساد وإعتقد أن الرجل ليس معهم في وقام حقيقة اللي شوفه وده لأنهم يحاربون لذلك حنا نقول بما أنه يا شيخ أحمد النواف تبتصطف لجانب الشعب الكويتي إلى مطالباته نحن أول من يشاندك وأول من يعاونك ليس لأنك الشيخ أحمد النواف ولكن لأنك جاي في مشروع إصلاحي وراح نعاونك فيه وراح تكون لك فترة معينة ولابد أن تشعف نفسك في هذه الفترة المعينة لأن الله نعطيه أيضا ما رح نستطيع أن نعطيه الشيخ أحمد النواف شيك على بيض حقيقته أول بعض يسألكم خاصة أن أنتم اليوم المتفائلين بوجود الشيخ أحمد النواف أن يعني كلف في الحكومة المقبلة واختيار سمو الأمير لا شك لكن تعتقد أن ورقة البيض هذه سوف تكون مطروحة على الطاولة طول الوقت وما هي محددة بوقت زمني لا أنا أعتقد اليوم حقيقة ما حصل في مجلس 2022 يعني كانت تجربة مجيدة لشيخ أحمد النواف مع المجلس فما أعتقد أن قوة الإصلاح في مجلس الأمة إذا لم يأتي الشيخ أحمد النواف في مشروع وطني نعم ورؤية وبرنامج عمل وأن يختار فريق عمل حكومي مبني على الكفاءة والخبرة أنا أعتقد ما رح يسعب نفسه ولا رح يسعب من وقف معاه لذلك الواجب الأول على الشيخ أحمد النواف أن يأتي في مشروع وأن يأتي في رؤية وأن يأتي في برنامج عمل قابل للتطبيق وأن يأتي في فريق حكومي وحن نقول لشيخ أحمد النواف أن أتيت بهذه الخطوات نحن رح نتعاون معاك وأن تكون مشاريعك سريعة وفاعلة وواقعية وتطبق على أرض الواقع رح نساعد لأن ندي لأن قوة الفساد ليس لها مصلحة في استقرار العلاقة بين السلطة بين السلطة الشئة والتنفيذية يعني قوة الفساد تقدرها تحاول تعرق العلاقة رح تحاول تعرق لأن قوة الفساد عايشة على الفوضى عايشة على اللا رؤية واللا مشروع